مصر اتقف مع الشعب الليبي بكل قوة فخامة الرئيس واضح وصريح ووقف مع السلطة التسريعية في ليبيا والإيجاد حل في ليبيا اتقلت مع السيد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي هذا اليوم وناقشنا انتعشية حل الأزمة الليبية وقلنا أن ليبيا لديها إعلاند السوري وأيضا لديها اتفاق سياسي وكما تفضل السيد الرئيس سيادة ملك للليبيين هم من يقرروا أي شيء في ليبيا وبالتالي نحن نريد الدعم يكون الاتفاق ليبي ليبي لحل كل المشاكل في ليبيا ما نتطلع إليه وتقوم به مصر وهو أن تترك أمر الليبيين للليبيين أنفسهم كيف يختاروا من يحكم هناك الآن اتفاق كبير بيننا وبين السيد رئيس مجلس الدولة سيد خالد المجدري على أولا على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابع لمجلس النواب تم الاتفاق وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم الفصل في هذا الأمر أيضا في كل تكوين سلطة واحدة في ليبيا نحن الآن بصدد هذا العمل سنرتقي مع السيد المجدري بحضور السيد مابوث الأمم المتحدة إن شاء الله في طريقنا إلى حل الأزمة الليبية قام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري التعديل الدستوري رغم 12 بتكليف اللجنة من 24 عضو 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب اجتمعوا في القاهرة تحت اشراف بحثة الأمم المتحدة قضوا الشوط هام جدا في الوصول إلى توافق القاعدة الدستورية تأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث يديد للأمم المتحدة نحن لأيام القادمة سندعوا هذه اللجنة للاستمر في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سيتم إنجازه ومختلف عليه يترك للشعب اللي يستفتع عليه لدخل الدولي لا يزال قايم ولكن عندها إرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة والشقيقة أعتقد أنها حسنا تغلب على هذا الأمر ومن هذا نقول أن هذا التدخل لمبرر له لأننا مصالح كل الدول بالنسبة لنا محفوظة نحن نحترم اتزاماتنا وتعاهداتنا ويجب أن تكون العلاقة مع الشعب الليبي دون الأشخاص بها المصرية واضحة وصريحة وقوية جدا وشجاعة يعني نحن حقيقة نثمن هذا الدور ونقدره ودرسة غريبة على مصر كانت مصر دائما عونا لليبيين في كل المراحل شكرا لكم